أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة هكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الأقسام المعمارية وهيكون معانا إحدى الشعب المعمارية وهو شعبة أعمال نجارة العمارة وإن شاء الله يكون معانا النهاردة في الشرح شرح مادة تكنولوجيا أعمال النجارة الصف الثالث والشرح النهاردة هيكون خاص بعمل مراجعة خاصة بامتحانات الدور الثاني قبل ما نبتدي الشرح مع بعض لازم الطالب يكون بيركز فيه الامتحانات بتاعت الدور الثاني لأن طبعا التركيز بتاعه بيكون خاص بيه أن أنا أقدم فيه تنسيق مع طلبة الدور الأول وده طبعا بيكون عامل سلبي في حل الامتحان وبيأثر عليه في الامتحان طبعا أحب أطمنهم أن التقديم بيكون مرحلة أو مرحلتين وإذا كان مرحلة واحدة بيتم التقديم مع بعض المرحلة الأولى بعد إعلان ظهور الدور الثاني فإحنا ما نخافش هنقدم بس طبعا نركز مع بعض فيه الامتحانات بتاعت الدور الثاني وإزاي نحل الامتحان علشان خاطر نقدر نقدم عزمينا فيه التنسيق تعالوا مع بعض كده نشوف مادة التكنولوجيا الخاصة بأعمال النجارة طبعا أقسام المعمارية عبارة عن فن أعمال الخرصانة وفيه شعبة أعمال النجارة اللي هنتكلم عليها النهاردة وفن أعمال الأعمال الصحية وشبكات المياه وفيه عندي فن أعمال التشتباط وفيه عندي فن أعمال البناء والتشييد بجانب النحط المعماري طبعا دي الشعبة المعمارية التي تندرج تحت الأقسام المعمارية طبعا الشرح بتاعنا النهاردة خاص به أعمال نجارة العمارة مادة التكنولوجيا في البداية طبعا هنقسم المنهج بتاعنا زي ما احنا ذكرنا قبل كده إلى خمس أبواب كان الباب الأولاني بيتكلم عن نجارة الأبواب والشبابيك الباب الثاني كان بيتكلم عن أعمال السلالم الخشبية وقلنا في سؤال مهم جدا ولازم يجي في الامتحانات في مادة التكنولوجيا خاص بأعمال السلالم بيكون في سؤال ألف وبيه ألف بيكون خاصة بالتعريفات وبيه بيكون خاصة بالتصميم الباب الثالث خاص بأعمال الأرضيات الخشبية الباب الثالث بيكون خاص بأعمال تكسيط الحوايط أو ما يطلق عليه أعمال التجاليد الخشبية والباب الأخير وهو خاص بأعمال الألمونيوم طبعا قادر خمس أبواب من الملاحظ في الترم الأولاني أو في امتحان الدور الأول إن الامتحان جيء في الأربع أبواب السلالم والأرضيات وتكسية الحوائط وعمال ألمونيوم لكن مجال سؤال على نجارة الأبواب والشبابيك فيكون تركزنا النهاردة على الباب دوت لأن من الأبواب المهمة وطبعا ممكن إنه يجي فيه أسئلة كتير فيه امتحانات الدور التاني تعالوا مع بعض كده نشوف إيه هو الباب الأولاني الخاص بأعمال نجارة الأبواب والشبابيك طبعا الجزئية الخاصة بين نجارة الأبواب تنقسم إلى فيه عندي باب بحشوات مهرمة فيه عندي باب إسلام الطراز فيه عندي أبواب منزلقة فيه عندي أبواب البلكوناتي يعني عندي أربع أبواب فيه نجارة الأبواب أما فيه نجارة الشبابيك فيه عندنا شباك شمسية وزجاج وفيه عندي شباك زاوية وفيه منه نوعين بصاري أو بدون صاري تعالوا كده مع بعض نشوف هنتكلم عن الأبواب دي من حيث العناصر اللي احنا سبتناها وهم خمس عناصر العنصر الأولاني بيتكلم عن الاستعمالات العنصر التالي اللي هنتكلم عليه المكونات أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية العنصر التالي قطاعات الأخشاب والاكسسورات المستخدمة بعد كده هنتكلم عن طريقة التنفيذ وطريقة التركيب يبقى دي الخمس عناصر اللي هتكلم عليهم في شرح أي من نجارة الأبواب ونجارة الشبابيك تعالوا مع بعض نتكلم عن الأبواب الحشو الخارجية ذات الحشوات المهرمة طبعاً احنا تكلمنا قبل كده في الأبواب وقلنا أن الأبواب عندنا نوعين في عندي أبواب مؤقتة وعندي أبواب مستديمة وقلنا أن الأبواب المؤقتة بتستعمل بشكل مؤقت وتستعمل في الأعمال قليلة الأهمية زي أبواب المخازن موجودة بشكل مؤقت أما النوع الثاني من الأبواب وهي الأبواب المستديمة وبتنقسم إلى أبواب داخلية وأبواب خارجية الأبواب الخارجية دايماً بتكون أبواب حشو زي الباب اللي موجود عندنا النهاردة وهو الباب ذات الحشوات المهرمة ويطلق عليه باب بحشوات مهرمة لأن الحشوات الموجودة فيه بتكون على شكل مهرم إما من جهة واحدة أو من الجهتين أما الأبواب الداخلية بتكون إما تجليد أو فارغ زباج طبعا الباب بتاعنا النهاردة من ضمن الأبواب المستديمة فهنتكلم عن العنصر الأولاني في الشرح وهو الاستعمالات فهنتكلم هو بيستعمل هو طبعا من ضمن الأبواب المستديمة الخارجية احنا تكلمنا طبعا قلنا فيه عندنا أبواب موقعة أبواب مستديمة والأبواب المستديمة فيه منها داخلية وخارجية ولكن الأبواب الخارجية بتكون أبواب حشو يبقى هو من ضمن الأبواب المستديمة الخارجية ويستعمل فيه أبواب الشوء والمنازل تعالوا نشوف معراضي كده دي نمازج من أشكال الأبواب الخارجية زي ما انتم شايفين أدي ضلفة واحدة وفيه عندي باب ضلفتين أبواب شوء ومنازل خارجية يبا احنا عرفنا الاستعمالات طبعا الباب الموجود عندنا في المنهج وهو الباب ذات الحشوات المهرمة طبعا باب خارجي تعالوا مع بعض كده نتكلم عن مكوناته او تفاصيله الانشائية طبعا زي ما احنا شايفين الباب اول حاجة في الباب الحل مكون من قائمين ومعبرة واطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لانه بيتم العبور من خلالها بعد كده بنتكلم عن الضلفة والضلفة طبعا ضلفة واحدة مكونة من قائمين ورأس عليا واخرى صفلة وبيطلق عليها عندنا في الصناعة تحليقة وبيتوسط هذه التحليقة اربع رؤوس وسطة بيفصل بينهما صاري بقى اللي موجود في النص ده ايه صاري والصاري ده فايدته انه بيقسم لي الحشوات الى حشوتين مهرمتين اما من جهة واحدة او من الجاتين وزي ما احنا شايفين في القطاع الجانبي الحشوة مهرمة من الجاتين بعد كده طبعا من دمن التفاصيل الانشائية للباب البر والبر مكون من قائمين ومعبرة وفايدة البر انه هو بيغطي لي او بيدار الجزء ما بين الحلق وما بين الحاط اللي هو الفراغ الموجود ما بين الحائط وما بين الحل يبا احنا عرفنا كده استعمالاته انه هو بيستعمل فيه الابواب والشوة الخارجية اما مكوناته اتكلمنا عن مكوناته تعالوا مع بعض كده نستعرضها على السلايد المكونات او ما يطلق عليها التفاصيل الانشائية يبا خلي بالنا المكونات هي التفاصيل الانشائية للباب اول حاجة طبعا قلنا الحلق بيتكون من قائمين ومعبرة بعد كده اتضلفة مكونات من قائمين ورأس عليا واخرى صفلة وبيطلق عليها تحليقة بيتوسطها اربع رؤوس وسطة بيكون موجود ما بينهم صاري والصاري طبعا بيفصل ما بين حشوتين بيفصل كل صاري ما بين حشوتين ارتفاع الواحدة منها مساول عرضها يعني حشوة مربعة وتسمى في اللفظ الصناعة بالحشوة البوجة بعد كده طبعا بيكون الحشوات مكشوفة من الجاتين ويغطى تقابل الحلق مع الحائط من الداخل والخارج باستعمال البر طبعا ما فيه السؤال بيجي في الامتحان الا ما بيكون فيه رسم يعني اشرح طريقة التنفيذ مع الرسم او اذكر المكونات والتفاصيل الانشاية مع الرسم والرسم بيكون خاص دايما بالتفاصيل وطبعا احنا عندنا التفاصيل بتاعتنا متعلمينها من مادة الرسم الفني فطبعا لازم ان نكون متقنها اذا طلبها منك في مادة التكنولوجيا بترسمها بنفس مقياس التفاصيل الموجودة في الرسم وهي مقياس نص الحجم الطبيعي يعني بتشوف الحاجة وبتسمها على اتنين يعني الحلق خمستاشر في خمسة هترسمها سبعة سنتي ونص في اتنين سنتي ونص يعني مقياس واحد لاثنين اللي هو نص الحجم الطبيعي طبعا تعالوا نشرح مع بعض التفاصيل كده مع بعض انا عندي تفصيلة رأسية في القطاع الجانبي من اعلى وعندي تفصيلة افقية في القطاع الافقي طبعا زي ما انت شايفين هنا الحائط بعد كده قائم الحلق بيكون من قطاع خمستاشر في خمسة قائم الضالفة بيكون من قطاع عشرة في خمسة بعد كده الحشوة المهرمة بتكون سمك ثلاثة خمسة وسبعين ده كده اللي موجود في القطاع الافقي وطبعا هنا موجود عند الحائط اما في الجانبي اللي هيختلف ان هنا حائط هنا هيكون عتب لان ده طبعا في القطاع الجانبي يبقى عندي عتب خرصاني بعد كده عندي معبارة الحلق خمستاشر في خمسة الرأس العليا عشرة في خمسة بعد كده الحشوات المورمة بتكون سم 3.75 لازم نتقن الرسم لأنه لا يخلو امتحان مادة التكنولوجيا من الرسومات والتفاصيل التنفيذية هنتكلم عن العنصر الثالث في الشرح وهو قطاعات الأخشاب والإكسسوارات المستعملة مدام قولنا قطاعات الأخشاب لازم نحطها جوا جدول والجدول بتاعنا بنسطره طبعا بشكل مناسب ونبتدي نحط فيه بند بيان الأعمال القطاع بالسنتيمتر عرض طبعا عين يعني عرض سين سمك ملاحظات أول حاجة عندي في قطاعات الأخشاب طبعا الحل أوائم ومعبرة الحل بتكون من عرض 15 في سمك 5 سنتيمتر البند الثاني قوائم ورؤوس عليا ووسطى الأوايم والرؤوس العليا والوسطى للضلفة بتكون من قطاع 10 في سمك 5 سنتيمتر بعد كده عندي الرأس السفلة للضلفة طبعا بتكون أكبر لأن هي اللي بتشيل حمل الباب فبتكون من عرض 20 في سمك 5 سنتيمتر بعد كده عندي البند الرابع البر قوائم ومعبرة البر بتكون من قطاع 7.5 أو 10 في 1 سنتي وتسعة من 10 تعالوا بعد كده نشوف الحشوات المورمة بتكون سمك طبعا بتسيب العرض فضية وبنكتب في سمك 3 سنتي 5 وسبعين من مية طبعا دي جدول قطاعات الأخشاب وأول ما يقول لي أذكر قطاعات الأخشاب لازم نحطها جوه جدول اللي هو جدول قطاعات الأخشاب المستعملة بعد كده عندي الاكسسوارات المستخدمة وهي بنحطها برضو جوه جدول الجدول ده بيكون من بند العدد البيان أو الصنف البند الأولاني بركب الحلق بستة كنات يبقى أنا محتاج في الاستصوارات ستة كنات حديد مجالفن البند رقم اتنين عندي الباب دلفة واحدة وكل دلفة بتحتاج إلى 3 مفصلات ودائما المفصلات الموجودة في الأبواب بتكون بطول 19 سنتي يبقى أنا محتاج العدد 3 مفصلات بطول 19 سنتي محتاج العدد 1 كالون داخل الإسطامة وقلنا أطلقنا نفذ الإسطامة على قائم الدلفة الخارجي علشان بنركب فيه كالون ويسمى كالون داخل الإسطامة لذلك أطلق على هذا القائم بقائم الإسطامة بعد كده بند رقم 4 العدد 1 شنكل لو في حالة ترك الباب مفتوح بعد كده البند الخامس مقبض نحاس أو نيكل بيتناسب مع شكل وتصميم الباب المستخدم يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاستعمالات واتكلمنا عن التفاصيل والمكونات واتكلمنا عن قطاعات الأخشاب والإكسسورات عايزين نتكلم عن طريقة التنفيذ وهنا هنقف مع بعض لأن طريقة التنفيذ وطريقة التركيب تكاد تكون واحدة أو متشابهة في نجارة الأبواب والشبابيك يعني ممكن نسبتها بحيث أن احنا نغير بس في طريقة المكونات أو في طريقة تركيب الأجزاء الزيادة طيب هنسبته بازاي؟ هم 6 عناصر أولاً ببتدي أجهز الخشب بتاعي بالمقاسات والقطاعات المطلوبة وطبعاً احنا الخشب اللي بنستخدمه وهو الخشب المسكي والخشب المسكي بيكون لأطوال والعروض وليأسماك الطول بتاعه بيكون من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنط أما العرض بيكون من 7 سنط ونص إلى 30 سنط بزيادة قدرها 2 سنط ونص السمك بيكون من سمك 2 ونص إلى 10 سنط اللي هي بوصة إلى 4 بوصة طيب إحنا عرفنا أن الخشب اللي احنا بنستخدمه على مدار طبعاً للتلات سنين بيكون هو الخشب المسكي عرفنا أطواله من 3 إلى 6 عرفنا العروض بتاعته وعرفنا السمك بتاعه وكمان هو بيتجاب من حتة أو مكان بيسمى باسم المغلق طبعاً إحنا دايماً بنطلق الأفضاء الألفاظ الموجودة أو الدرجة في السوق عشان يبقى فيه موجبة لسوق العمل الخارج تعالوا مع بعض نشوف الطريقة التنفيذ اللي احنا قلنا هنسبت أول حاجة بنجهز الأخشاب بالمأسات تجهيز الأخشاب بالمأسات والقطاعات المطلوبة طبقاً للرسومات يبقى أول حاجة في التنفيذ أجهز الخشب بتاعي بالمأسات بتاعتي طبقاً لميد للرسومات اللي تم عملها من قبل الرسومات ومادة التخطيط البند رقم 2 مسح وتصفية الأخشاب لتحديد السنك المطلوب طبعاً زي ما احنا عارفين أن الخشب بتاعنا بيجي من المغلق غشيم يعني عليه وابرة الوابرة دي لازم نشيلها طبعاً بتتشال أو بتتمسح أو بتتصفى بواسطة مكنة يطلق علي مكنة التخانة يبقى مسح وتصفية الأخشاب بعدما جهزنا الخشب نعمله عملية مسح وتصفية ودبطها على الزاوية بعد كده بيتم تفصيل أجزاء الباب يعني بفصل ببتدي أعلم وابتدي أحدد مكان النقر واللسان يبقى تفصيل أجزاء الباب بالعلام والشنقرة ثم الشق والنشر مع مراعاة طرق الزيادات والزيادات بتاعتنا اللي دايماً منسبة في النجارة هي الضفر والتلسين واتكلمنا عليها طبعاً في مادة التخطيط بعد كده العنصر الثالث عمل النقر والشرح لللسان والمفحار والتفريز والحلية المطلوبة طبعاً بيتم عمل النقر على مكانة المنقر بعد كده بيتم التجميع عظم الباب أو الأوايم مع الروس والصواري بالنقر واللسان بتعشية النقر واللسان أما الحشوات المهرمة فتركب في المفحار المعد لها فين؟ في الأوايم والرق وزي ما أنتم شايفين آدي تجميع الباب بتعشية الأوايم مع الروس والصاري والحشوات بالنقر واللسان بعد كده بيتم عملية ضبط الباب وتقسيب الزيادات اللي احنا سبناها اللي هي كانت الضفر والتلسين ثم تتم عملية التشريب والتنعيم والغرض من التشريب والتنعيم أن يكون الباب جاهز لعملية الدهانات يبقى كده احنا قلنا الست عناصر تعالوا مع بعض كده نستعرضهم بشكل سريع لأن موجودين معايا في نجارة الأبواب كلها ونجارة الشبابين قلنا في طريقة التنفيذ نركز كده مع بعض أول حاجة تجهيز الأخشاب بالمأسات والقطاعات المطلوبة يبقى أول حاجة تجهيز الأخشاب بالمأسات والقطاعات المطلوبة تبقى للرسومات اتنين مسح وتصفيت الأخشاب لتحديد الصمك المطلوب تلاتة تفصيل أجزاء الأخشاب بالعلام والشنقرة ثم الشق والنشر مع مراعاة طرق الزيادات اللي هي الضفر والتلسين بعد كده ببتدي أجمع الأوايم مع الروس بتعشية النقر واللسان بعد كده بشيل الزيادات بتاعتي وبعمل عملية التشريب وتنعيم بفوارة التشريب العنصر الخامس والأخير اللي نتكلم عليه في الباب بحشات مرامة وهي طريقة التركيب في فتحة المباني وطبعا طريقة التركيب برضو هنسبتها في نجارة الأبواب وهم معبارة عن 3 عناصر نركز مع بعض كده شوية 3 طرق أو 3 عناصر في طريقة التركيب أولا بنسبت الحلق في الفتحة المعدة له بالكينات يبقى بسبت الحلق مع الحائط بالكينات بعد كده ببط رأسية الأوايم وافقية المعبارة بواسطة ميزان المياه ولازما الحلق يتوزن بميزان المياه لأن طبعا لو ما توزنش ما بيتمش عملية الفتح والأفل بطريقة ميسرة وأن يكون الحلق بارز عن وجه المباني بمقدار سمك البياض اللي هيتعمل تعالوا نشوف مع بعض الصورة كده بتوضح إزاي العامل أو الفني بيتم وزن المعبارة والأوايم بواسطة ميزان المياه وبيتأكد أن الباب موزون علشان خاطر تكون فيه سهولة في عملية الفتح والأفل يبقى أول حاجة بركب الحلق بالحائط بواسطة الكينات مع مراعاة ضبط الأوايم والمعبارة بواسطة ميزان المياه بعد كده بركب الضلفة أو الضلفة بتاعتي بالحلق بواسطة المفصلات طبعا الباب محتاج ثلاث مفصلات طبعا بعد كده بركب باقي الاكسسوارات زي الأقر والمقابد بواسطة المسامير البورمة والمفاك يبقى دول الثلاث عناصر في طريقة التركيب يبقى احنا عرفنا ازاي هنتكلم عن نجارة الأبواب والشبابيك من حيث العناصر اللي احنا قلناها العنصر الأولين استعمالاته بعد كده بنتكلم عن مكونات الباب بنتكلم عن قطاعات الأخشاب والاكسسوارات المستخدمة بعد كده طريقة التنفيذ وطريقة التركيب يبقى دول العناصر الأساسية في أثناء عملية شرح نجارة الأبواب والشبابيك تعالوا عبارة نتكلم عن الباب الثاني وهو الأبواب الإسلامية التراز مروحة طيب نقف هنا شوية ونشوف ليه سمناها أبواب إسلامية وليه سمناها مروحة طبعا أطلق لفظ الأبواب الإسلامية التراز على هذا النوع من الأبواب لأن هناك حشوات ذات طابع إسلامي بيستخدم فيها حشوات إسلامية ذات طابع إسلامي وطبعا الحشوات الإسلامية كثيرة جدا ولكن المقرر علينا أو الموجود عندنا هي الحشوة المفروقة العدلة والحشوة المفروقة الميلة والحشوة المعقلية يبقى أنا عندي حشوات إسلامية ذات طابع إسلامي لذلك أطلقها على هذا الباب باسم أبواب إسلامية الطراز طيب ليه سمناها أبواب مروحة؟ سمناها أبواب مروحة لأن طرعا دي زي ما أنتم شايفين آه دي أشكال الحشوات الإسلامية والحشوات الإسلامية المقررة علينا المفروقة المائلة والمفروقة العدلة والحشوات المعقلية نشرحهم دلوقتي ونشوف رسومتهم بعد كده طبعا سمناها أبواب مروحة لأن نستخدم نوع من أنواع المفصلات وهي المفصلات المروحة زي ما أنتوا شايفين عبارة عن مفصلتين مربوطين مع بعض وفيه جناحين الجناح الأولاني بتثبت مع الحل والجناح الثاني اللي المفصلة بتثبت مع الضرفة عشان تتم عملية الفتحة فيه اللي تجاين سواء فيه عملية الدخول أو الخروج أثناء الفتحة والإيه والغلب يبقى دي المفصلات المروحة لذلك أطلق على هذا الباب اسم باب مروحة هنتكلم عن العنصر الأولاني فيه الأبواب الإسلامية وهو عنصر الاستعمالات ليس طبعا استعمالاته زي ما احنا قلنا هو باب إسلامي يبقى إذن هو بيستخدم فيه المساجد وفيه المتاحف أو الأماكن التي يتطلب فيها حصن المنظر كالمكاتب الهندسية وفي بعض الأحيان أبواب غرفة العمليات في أبواب المستشفيات لأنه بركب لهم فصلات مروحة فيه أثناء عملية الفتح والإيه والغلب يبقى هذا النوع من الأبواب بيستعمل فيه المباني الإسلامية والمساجد والمتاحف كما يصلح أيضا استخدامه فيه الأماكن التي يتطلب فيها حصن المنظر كالمكاتب الهندسية ده كده دي كده نمازج من أشكال الأبواب الإسلامية زي ما نتشايفين فيه منها النوع الضلفة وفيه منها الضلفتين زي ما نتشايفين الحشوات الإسلامية ولكن الحشوات الموجودة عندنا إما مفروقة عدلة زي الباب وده الباب الموجود عندنا تعالوا نشرح كده مكوناته أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية زي ما نتشايفين أول حد الحلق مكون من قائمين ومعبرة بعد كده الضلفة فيه عند ضلفتين الضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلة وتسمى تحليقة بيتوسط هذه التحليقة رأس وسطة موجود ما بين الرأس الوسطة والرأس العليا الإزاز وطبعا بيتم تركيبه عن طريق عامل الرأس العليا دبل زي ما احنا شايفين بيتكون الرأس العليا مشقوة نصين عشان يتم تركيب الإزاز وموجود ما بين الرأس الوسطة والرأس السفلة إما حشوات طبعا إسلامية إما على شكل مفروقة عدلة أو مفروقة مائلة طبعا ده شكل المفروقة العدلة ودي شكل المفروقة المائلة تعالوا مع بعض كده نشوف التفاصيل طبعا لا يخلو امتحان تكنولوجيا بدون رسم التفاصيل زي ما احنا شايفين ادي تفاصيل ادي تفصيلة رأسية وادي تفصيلة وفقية ودي بتبين لي طلاقي القائمين اللي هو في أثناء الفتح والغلب فما بنعملوش افريز ولكن بنعمل قائم الضلفة اللي احنا بنسميه قائم الاستامة بنعمله زاد حلية ملفوفة عشان هيفتح فيه الاتجاهين فما ينفعش ان احنا نعمله افريز لانه ممكن يحصل له اصابة للشخص اللي داخل أثناء الدخول أو الخروج طبعا زي ما احنا شايفين الحلق بتاع الباب دوت بيكون بيتركب في نص الحائط وبيكون لي شكل بروز على شكل فص علشان نبتدي نركب المفصلة المروحة ويكون مرتاحة عشان تساهل في عملية الفتح والغلب وبيتميز هذه الابواب بان قطاعات الاخشاب بتاعتها زي احجام ومأسات كبيرة زي ما احنا شايفين الحلقة عشرة في عشرة واوايم الدولف بيكون من عرض 12.5 في سمك 6 وربع زي ما احنا شايفين وهذه رسمة الحشوات الإسلامية اما على شكل مفروقة عدلة او على شكل مفروقة مائلة تعالا كده نشوف المفروقة العدلة عبارة عن سؤاسات قائمة على زاوية 90 بتقسم الحشوة التلت والتلتين وفي هذه الحالة بتقسم الحشوة الى اربع حشوات مستطيلة على جانبيها وفي الوسط حشوة مربعة الشكل اما المفروقة المائلة عبارة عن سؤاسات مائلة على زاوية 45 بتقسم الحشوة برضو التلت والتلتين وفي هذه الحالة بتحصر على جانبيها أربع حشوات على شكل معين وفي الوسط حشوة مربعة الشكل يبقى احنا عرفنا المفروقة العدلة والميلة تعالوا نشوف مع بعض قدي التلت وقدي التلتين وطبعا السؤاسات بتعشى مع بعضها بتعشيه النار والإيه واللسان هنتكلم عن المكونات طبعا زكرتها على الرسم كانت أوضح هنتكلم طبعا أول حاجة الحل بيتكون الحل من قائمين ومعبرة والحل بيتعمله تفريز عشان نسبت فيه المفصلة المروحة عشان كده بنعمله بروز كهيئة فص حتى يتم تركيب الباب والمفصلة بشكل جيد بعد كده بنتكلم عن الضرف قلنا مكونا من ضلفتين كل ضلفة مكونا من قائمين ورأسه عليا واخرى صفلة وطبعا منسميها تحليئة بيتوسطهم الرأس الوسطى وارتفاع الرأس الوسطى بيتوقف على حسب التصميم المحدد لهذا النوع من الأبواب بعد كده بيبتدي نعمل الحشوات من أسفل إما على شكل مفروقة عدلة أو ميلة وبتكون مكشوفة من الجهتين تعالوا بقى نتكلم عن العنصر التالت قطاعات الأخشاب وقلنا أن الأبواب ديت بتتميز أن قطاعات الأخشاب بتاعتها ذات أحجام ومأسات كبيرة طبعا هنسطر الجدول حتى لو هو قال لي إيش راح هنبتدي نعمل الجدول ونكتب فيه بند بيان الأعمال القطاع بالصمت عرض سمك ملاحظة كالعادة أنا دي قطاعات الأخشاب ودي الجدول بند واحد الحل مكون من قوائم ومعبرة بيكون من قطاع عشرة في عشرة قلنا طبعا هنركبه بيكون حجمه كبير وبركبه في منتصف الحائط بعد كده عندي الأوايم والرؤوس العليا والوسطى العرض بتاعها بيكون أكبر شوية 12.5 في سمك 6 وربع الرأس السفلة طبعا معروفة بيكون عرض 20 في سمك 5 أو 6 وربع عندي بعد كده السواسات بيكون من قطاع 5 في 5 وعندي بعد كده الحشوات بيكون سمك 3 و75 تعالوا مع بعض نشوف الاكسسورات المستخدمة في تشغيل هذا الباب الاكسسورات المقصود بيها ليه الخردوات طبعا بنعملها جوى جدول بيسمى جدول الاكسسورات بند العدد البيان بند واحد طبعا محتاج 6 كانات عشان أركب بيها الحل 3 يمين و3 شمال البند رقم 2 عندي 6 مفصلات طبعا الباب ضلفتين بحتاج 3 للضلفة يمين و3 للضلفة شمال وطبعا المفصلات المستخدمة مفصلات مروحة عشان كده أطلق على هذا الباب اسم أو لفظ مروحة بعد كده محتاج في حالة تركيب الباب أو جعله مغلق بركب له حاجة اسمها ترباس داخل استامة بركب في ضلفة واحدة من أعلى ومن أسفل لو أنا حبيت أخلي الباب مفتوح بركب له شانكة النحاس بمحتاج 2 ومحتاج لو أنا حبيتها في الباب خالص بعمله كلون داخل استامة يبا احنا كده اتكلمنا عن الباب الحشوات المهرمة واتكلمنا عن الأبواب الإسلامية هنتكلم النهاردة بقى عن باب مهم جدا وهو الأبواب المنزلقة داخل الحائط طبعا فيه نوعين من الأبواب المنزلقة ولكن هناخد أو المقرر علينا الأبواب المنزلقة داخل الحائط فكرة الأبواب المنزلقة يا شباب الفكرة بتاعتها عبارة عن جهاز نزلاق بيعلق على في العتب وليه حالتين إما بيعلق على وجه الحائط فتسمى بالأبواب المنزلقة على وجه الحائط أما إذا اتركب داخل تجويف الحائط فبيتم بناء جدارين في أثناء عملية البناء يعني بنعمل كتفين للحيطة وينزلق الباب من المنتصف زهابا وإيابا عن طريق جهاز الانزلاق الفكرة البساطة أن أنا بركب قضيب انزلاق موجود على لوح خشبي بعد كده ببتدي أعلق جهاز الانزلاق نفسه عبارة عن عجلتين الانزلاق بيتركب في الراس اتنين لكل ضلفة ويبتدي يتعلق في قضيب الانزلاق وطبعا لحسن عملية الانزلاق بيتم تركيب دليل من أسفل عشان خاطر ما ينخلعش الباب في أثناء عملية الفتح والغلق هي دي فكرة الأبواب ولكن الأبواب المنزلقة هي أبواب عادية إما تجليد أو فارغ زجاج أو أبواب حشو ولكن الزيادة كلها إن أنا بعلق لها جهاز انزلاق خاص بيها لذلك أطلق عليها نفذ الأبواب المنزلقة وزي ما احنا قلنا في نوعين إما أبواب منزلقة على وجه الحائط أو أبواب منزلقة داخل تجويف الحائط وإحنا طبعا المقرر علينا النوع اللي هو الأبواب المنزلقة داخل تجويف الحائط تعالوا نشوف كده مع بعض هنبتدي نتكلم عن الأبواب المنزلقة هي أبواب عادية حشوة أو تجليد أو فارغ زجاج معلقة من أعلى بجهاز انزلاق زي ما احنا قلنا هي أبواب عادية خالص ولكن بتعلق من أعلى بجهاز انزلاق ويراعة تركيب دليل من أسفل عشان الباب ما ينخلعش أثناء عملية الفتح والإيه والغلق تمام كده تعالوا بقى نشوف كده الأنواع بتاعت الأبواب إما أبواب بتعلق على قضيب انزلاق داخل أو على وجه الحائط وتعرف بالأبواب المنزلقة على وجه الحائط زي ما احنا شايفين قضيب الانزلاق ودي العربية الانزلاق أو جهاز الانزلاق بينزلق بيتعلق اتنين منهم فيه الراس العليا وبيبتدي بينزلق الباب زيابا وايابا في مستوى رأسي على وجه الحائط ودي بتستخدم فيه أبواب المخازن أما النوع الثاني وهي الأبواب التي تنزلق داخل تجويف في حائط مزدوج وطبعا الحائط المزدوج ده بيعد وقت عملية البناء وتستعمل هذه الأبواب في أبواب الصالونات زي ما انت شايفين الأدباب موجود مفتوحة هذه لكن الباب الثالث بيختفي حتى مقبض المقبض اللي هيتم الامساك منه أثناء عملية الفتح والغلق يعني الانزلق كله بيكون مش كامل ولكن بيتم الوقوف حتى المقبض اللي هبتدي أمسك فيه أثناء عملية الفتح والغلق طبعا بنركب دليل من أسفل بيتعامل مجرى في الأرضية إما على شكل مجرى حديد أو نحاس عشان ينزلق الباب زيابا من أعلى بجهاز الانزلق ومن أسفل بواسطة الدليل حتى لا ينخلع الباب أثناء عملية الفتح والغلق طبعا قد الباب المقرر علينا تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل بتاعته التفاصيل إنشائية أو ما يطلق عليه المكونات زي ما احنا شايفين أول حاجة الحلق مقوم من قائمين ومعبرة الدولف بتاعتي طبعا أبواب تجليد مكوم من ضلفتين الضلفة مكونة من قائمين ورأس هوليا وأخرى صفلة وتسمى تحليقة بيتوسطها سلاسة رؤوس وسطة وبيتم تغطية هذه القوائم والرؤوس بواسطة ألواح الأبلاكاج مع وضع أشاط زال حوالي الأبواب عشان الحماية بعد كده ببتدي أركب مصد كويتش فيه الأوايم الخارجية من ناحية الحائط زي ما انتوا شايفين بركب هنا مصد كويتش فيه طول الأيم بكله والناحية التانية عشان يمتصر الصدمات في أثناء الفتح والغلق وطبعا زي ما انتوا شايفين المجرى أو الفراغ ما بين الحائط المزدوج بيكون فيه طبعا مسافة عشان ينزلق الباب زهابا وقيابا وقلنا الباب بينزلق حتى مستوى المقبض ودي جهاز الانزلاط ودي شكل العتب الخرصاني تعالوا نوضحها فيه تفصيلة قادي تفصيلة طبعا لا يخلوا امتحان زي ما احنا ذكرنا قبل كده من رسم التفاصيل مطلوب جدا ان انت تعرف ترسم التفاصيل وطبعا تحط عليها قطاعات الأخشاب والبيانات على الرسم زي ما انتوا شايفين قادي العتب الخرصاني احنا بنتكلم عن الأبواب المنزلقة داخل الحائط بنركب لها طبعا بنعمل العتب بشكل استارة اهو طبعا اهو وبنركب لوح خشبي بنركب عليها قضيب الانزلاط بطول الفتحة بعد كده بيبتدي نعلق جهاز الانزلاط في الراس العليا وقلنا الباب تجليد فبنركب اشاط زان وبنركب فيه الاوايم زي ما انتوا شايفين مصد كويتش عشان عملية الفتح والايف والقفل ويبتدي يمتص للصدمات وما يحصلش اي احتكاك مع الحائط من الداخل اثناء انزلاط الضرف يبقى احنا قادي التفصيلة الرأسية طبعا بركب اي محل ايمين واي محل شمال وبرضو نفس النظام اي مين وشمال ودي التجليد بتاعتي اللي هو التجليد بيكون سمك خمسة ملي زي ما انتوا شايفين اه دي التفاصيل التنفيذية للباب تعالوا مع بعد كده نذكر المكونات بشكل اوضح اول حاجة بيتكون من تحليقة الباب بيتكون من تحليقة مكونة من قوائم ورؤوس طبعا عليا وسطة وصفلة وتغطى هذه التحليقة من الوجين بألواح الابلكاج ويعمل عتب هذا الباب بنظام خاص ليستقبل تركيب الاعضاء الخشبية نظام بحيث ان هو يكون فيه فراغ نرجع كده للرسمة الاساسية بيكون فيه فراغ او فراغ زي ما انتوا شايفين لان الفراغ دوت بيتم اصلاح بجهاز الانزلاق في حالة العطل بيمتدي فك المعبرة البر زي ما انتوا شايفين لو المعبرة دي اتشالت الفراغ ده بيكون باين ولكن بعد ما بيتم عملية الاصلاح بيتم تركيب المعبرة مرة اخرى حتى يتم ايه انزلاق الباب بسهولة يبقى المكونات بيتكون من تحليق مكونات من قوائم ورؤوس بتغطى من الوجهين بألواح الابلكاج وطبعا عشان حسن التثبيت بنركب وشاط زيان حوالين الاوايم الرؤوس وبيعمل عتب هذا الباب بنظام خاص عشان يستقبل نظام العضاء الخشبية فيلاحظ ان العتب سطارة مدلة بيكون ليه مدلة من الخرصانة يسبت عليه اللوح الخشبي اللي هنسبت عليه القضيب الانزلاق وطبعا بنركب جهاز الانزلاق زولبليات على الراس العليا وكل رأس بتاخد جهازين انزلاق تعالوا ما بعد كده نشوفوا طبعا بنركب من اسفل دليل عشان يتحرك في مجرى حديد او نحاس مسبت بالارضية بيساعد على حسن انزلاق الدرف وعدم خلعها اثناء عملية الفتح والغلق وكمان بنسبت بالاوايم الخارجية من ناحية الحائط بنركب مصد كويتش عشان يمنع الاحتكاك ويمتصل الصدمات وما حصلش اي تلف فيه الاوايم الموجودة داخل الحائط ويغطى تقابل الحال مع الحائط طبعا من الداخل والخارج بيستعمال من البر وطبعا المعبرة بتكون اكبر شوية من الاوايم عشان بتسدل الفراغ الموجود لاصلاح جهاز الانزلاق طبعا قطاعات الاخشاب بتاعتي برضو متشابهة قوائم ومعبرة الحالة بتكون من عرض 15 في 5 الاوايم الروس العليا والوسطى بتكون من عرض 10 في 5 الراس الصفلة طبعا 20 في 5 البر بيكون الاوايم 10 في سمك 3 اعرض شوية لكن المعبرة بتكون عرضها 15 في سمك 3 والابلكاش المستخدم بيكون سمك 5 ملي بالنسبة للاكسسوارات المستخدمة طبعا زي ما احنا عارفين الاكسسوارات هيحتاج 12 كانة طب ليه لان انا عندي قائمين حلق من الجاتين يبقى عندي 4 اوايم وانا بركب 3 يبقى انا محتاج 12 كانة لتسبيت الحلق من الجاتين محتاج طبعا قضيب انزلاق واحد ومحتاج 4 عجلات انزلاق ومحتاج 2 مصاد كاويتش بيتركبه فيه الاوايم ومحتاج 4 مقابد نحاس لان 2 بيتركبه من الداخل و2 بيتركبه من الخارج يبقى عندي 12 كانة 1 جهاز انزلاق ومصاد كاويتش 2 ويعندي 4 عجلات انزلاق بتثبت فيه الرأس العليا ومحتاج 4 مقابد نحاس اونيكل بيتناسبه مع شكل وحجم وتصميم الباب طبعا هنشرح طريقة الانزلاق طبعا شرحناه قبل كده ولكن هنقولها بشكل مفصل بيعلق هذا الباب بجهاز انزلاق خاص ليتحرك زهابا وايابا في مستوى رأسي ثابت فتختفي ضلوف الباب في تجويف داخل الحائط بيعد وقت بناء الحائط الفكرة بتاعتي او التصميم بتاعي زي ما انت شايفين ادي جهاز الانزلاق اهو العجلات بتاعته وطبعا بتثبت فيه الرأس العليا بالمسامير وطبعا بيحتاج عجلتين انزلاق ودي قضيب الانزلاق وطبعا الدولوف بتتعلق وتبتدي تتركد داخل قضيب الانزلاق ودي الدليل اللي بيركب من اسفل في الرأس السفلة هي دي فكرة انزلاق الدولوف طبعا بنسي فراغ اثناء البناء عشان خاطر تنزلاق الدولوف في هذه المسافة والدولوف بتختفي حتى المقبض الموجود وانسب وضع لانزلاق الدولوف طبعا بيكون بوسط سمك الحائط وعشان كده بنعمله اوايم حلق من الجاتين وطبعا المعبرة من الجاتين يبا احنا كده اتكلمنا على الثلاث انواع من الابواب وهي الابواب الحشوات المورمة والابواب الاسلامية التراز والابواب المنزلقة داخل الحائط عندي باب مهم جدا والباب ده محتاج نركز فيه لان طبعا من الابواب المهمة جدا اللي بتيجي عليها اغلب الاسلة في امتحانات الدور التاني وهي ابواب البلوكونات وطبعا ابواب البلوكونات هنشرحها بشكل مفصل فنركز مع بعض لان طبعا زي ما احنا قلنا لا يخلو امتحان منها في امتحانات باب لخاص الدور التاني طبعا ابواب البلوكونات ناخد مقدمة عنها اقصر انواع ابواب البلوكونات استخداما وهي الابواب الشمسية والزجاج وأطلق لفظ أبواب شمسية أو دولف شمسية لأنه بيكون موجود فيها ورق بيطلق عليها اسم ورق الشمسية وأطلق لفظ ورق لأنه بيكون سمكة 1 سنطي طبعا عرض الورق الشمسية بيكون حوالي 5 سنطي وبيكون ورق الشمسية مصنوع إما من الخشب الموسكي أو الخشب العزيزي أو الخشب الزان وطبعا بيتركب مائل لجهة الخارج عشان خاطر يحجب لي رؤية ما بداخل الحجرة وكمان يحجب لي أشعة الشمس عشان كده سميناها دولف شمسية وطبعا الموجود الفراغ ما بين الورق والورق بيكون 3 سنطي وبيكون الغرض منه عملية تجديد الهواء داخل الحجرة يبقى أطلق لفظ دولف شمسية نظرا لوجود ورق الشمسية الذي من مميزاته حجب أشعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة مع تجديد الهواء داخل الحجرة طبعا الشراحة الزجاجية بيكون أغلبها فارغ زجاج والأبواب البلكونات بنركب لها حشوات من أسفل والحشوات بتكون من النوع اللي هو من سميها حشوة تمساح لأن بتشبه دهر تمساح تعالوا مع بعض نتكلم عن أبواب البلكونات المقدمة بتاعتي هي أقصر أنواع البلكونات استعمالا وهو النوع العادي زوء الشراحة الزجاجية من الداخل والدولف الشمسية من الخارج وبيطلق على هذه النوع من أبواب البلكونات لفظ ملكان بيطلق على أنواع البلكونات لفظ ملكان ليه بيطلق عليها لفظ ملكان قلنا علشان النقر بتاع ورق الشمسية بيتعمل على مكنة تسمى مكنة الملكان عشان كده أطلقها لفظ ملكان على هذه الأبواب الشمسية والزجاج طبعا الغرض من الضولف الشمسية كما ذكرنا من شوية هو حاج برؤية ما بداخل الحجرة مع السمح بيدخال قليل من الضوء الطبيعي ومنع دخول أشعة الشمس وتجديد الهواء داخل الحجرة هذه أشكال الأبواب البلكونات زي ما احنا شايفين أبواب إما ضلفتين أو طبعا زي الباب اللي عندنا أربع ضولف شمسية بين منهم ضلفتين لأن أسم الباب من المنتصف في المسقط الرأسي فيبلي ضلفتين من الأربعة ويبلي ضلفة من الضلفتين الشرائح الزجاجية تعالوا مع بعض كده نتكلم عن التفاصيل إنشائية للباب طبعا أدي ورق الشمسية هوت ورق الشمسية بيكون مائل على زوية 45 لجهة الخارج تعالوا نتكلم عن التفاصيل أول حاجة الحل مكون من قائمين ومعبرة والجلسة طبعا الباب الوحيد اللي بيترك فيه جلسة هو أبواب البلكونات لو أنت بصيك كده على الرسمة اللي في الجنب هتلاقي فيه جلسة من تحت لأن أبواب البلكونات ده بيستقبل نوعين من الضلف ضلف إزاز بتفتح للداخل وضلف شمسية بتفتح للخارج يبقى أول حاجة الحل مكون من قائمين ومعبرة وجلسة نتكلم عن الضلف ناخد الضلف الإزاز الأول الضلف الإزاز عند ضلفتين كل ضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا واخرى صفلة وتسمى تحليقة بيتوسطها الرأس الوسطى وموجود ما بين الرأس العلية والرأس الوسطى الزجاج وبيتم تركيبه بالتسقيط من أعلى عن طريق عمل الرأس العلية دبل يعني مشروع نصين عشان نسقط الإزاز وطبعا عشان نصغر المسافة بيتم تركيب سؤاس يبقى الغرض من السؤاس هو تصغير المسطح للزجاج حتى لا يتم يكسره أثناء الفتح والإيه والأفل بعد كده موجود ما بين الرأس الوسطى والرأس السفلة الحشوة اللي احنا أطلق عليها حشوة تمساح أما الضلف الشمسية عندي أربع ضلف طبعا ما يباين منهم ضلفتين وكل ضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا واخرى صفلة وتسمى تحليقة بيتوسطها الرأس الوسطى وموجود ما بين الرأس العلية والرأس الوسطى ورق الشمسية الذي يركب على زاوية خمسة وارمعين وبيتعمل على مكنة الملكان وبيكون ماء اللي جئت الخارج والمسافة ما بين الورقة والورقة بيكون حوالي ثلاثة سنتي عشان عملية تجديد الهواء وموجود ما بين الرأس الوسطى والرأس السفلة الحشوة اللي احنا أطلق عليها حشوة تمساح موجود طبعا البر بيركب من الداخل قائمين ومعبرة أما من الخارج مع الضلف الشمسية بتركب البكتة برضو قائمين ومعبرة يبقى هي دي التفاصيل الانشائية للباب تعالوا مع بعض نذكرها كده مع بعض أول حاجة الحل بيتكون من قائمين ومعبرة وجلسة وقلنا طبعا ده الباب الوحيد اللي موجود في جلسة ويعمل ميول في الجلسة للخارج لطارد مياه الأمطار عندي بعد كده الدولف الشمسية عندي طبعا أربع دولف شمسية قلنا كل دولف مكوانة من قائمين ورأسه عليا واخرى سفلة طبعا بتتجمع مع بعض بالنقر واللسان وبيكون موجود ما بينها وراء الشمسية الذي يركب للخارج بزاوية 45 لذلك أطلق لفظ دولف شمسية على هذه النوع من أنواع الدولف طبعا النوع الثاني الدولف الزجاجية وطبعا قلنا فيه دولفتين كل دولفة مكوانة من قائمين ورأسه عليا واخرى سفلة وبتوسط الإزاز بيتم تركيبه بالتسقيط من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل وقلنا الغرض من السؤاسات هو تقسيم أو تصغير مسطح الزجاج إلى مساحات صغيرة حتى لا يتم كسر الزجاج عند الفتح والغلق طبعا البر قلنا مكوانة الحشوات بتاعتي الحشوات الموجودة من أسفل ما بين الرأس الوسطى والصفلة سواء للدولف الشمسية والزجاج بنسميها حشوة مساح وعند البر مكوانة من قائمين ومعبرة والبكتة طبعا التي تركب من جهة الخارج متكونة من قائمين ومعبرة وجلسة وتركب من جهة الخارج طبعا برضو التفاصيل بتاعتي زي ما انت شايفين هذه تفصيلة في القطاع الجانبي الرأسي موجود فيه العتب الخرصاني موجود المعبرة طبعا والمعبرة بتكون من قطاع 15 في 5 عند الرأس العليا للدولف الشمسية ودي ورأس الشمسية طبعا ومائل على زاوية 45 بيكون بصمك الورقة 1 سمتي والدولف الزجاج بيتم تركيب الزجاج بها من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل زي ما احنا قلنا قبل كده مشوها نصين فبيتم تركيب الزجاج من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل طبعا زي ما انت شايفين ورأس الشمسية بتكون الحلية بتاعته اما ذات حلية ملفوفة او حلية مشتوفة والمسافة ما بين الورقة والورقة بتكون حوالي 3 سنتي وقال الفراغ ده بنسيبه علشان خاطر تجديد الهواء بالحجرة وطبعا الميل على زاوية 45 للخارج عشان يحجب لي رؤية ما بداخل الحجرة وكمان يحجب لي أشعة الشمس طبعا دي بعض التفاصيل فيه تفصيلة طبعا فيه الجزء الجانبي للرأس الوسطى بيوضح ورقة شمسية من أعلى والحشوات من أسفل وفي الدولة في الزجاج آد الزجاج من أعلى والحشوات من أسفل أما الجزء السفلي طبعا فيه الجلسة والجلسة بتعمل بيها ميول عشان تطرد مياه الأمطار للخارج ما تخش ديش جوه وكمان في نفس الوقت المفروض كمان إن احنا بنشكل الراس السفلة معاها بنفس الشكل عشان خاطر تمنع دخول الأمطار إلى داخل الغرفة يبقى احنا شايفين المسافة أو الفراغ الميل للخارج عشان تمنع لي أو تطرد لي مياه الأمطار لخارج الغرفة طبعا ده منظور أنت مش مطالب به ولكن هو بس للتوضيح بيوضح لك إزاي بنركب ورق الشمسية والنقرة هو تمعمول على زاوية 45 وبتعمل على مكانة تسمى مكانة الملكان عشان كده أطلق لفظ ملكان على هذا النوع من الأبواب أو الشمبيك اللي هنشرحها فيه ما بعد طبعا قطاعات الأخشاب بتاعتي هنحطها جوه جدول جدول اسمه جدول قطاعات الأخشاب بند بيان الأعمال القطاع بالصمت عرض سم ملاحظات أول حاجة عند الحلق مكوم من قوائم ومعبرة وجلسة بيكون من عرض 15 في 5 أوائي مرؤوس عليا للدولف إما من 10 أو 7 ونص في 5 والرؤوس الوسطى بيكون من قطاع 15 في 5 والرؤوس السفلة للدولف الشمسية وزجاج بيكون طبعا من عرض 20 في سمك 5 والحشوات بيكون بسمك 2 سنطي ونص أما ورق الشمسية بيكون من عرض 5 في سمك 1 سنطي وربع أما الإكسسوارات المستخدمة طبعا عندي محتاج 6 كنات لتركيب الحلق 3 يمين و3 شمال أنا محتاج 18 مفصلة بطول 19 سنطي ليه 18 مفصلة؟ لأنني عندي 4 دولف شمسية وضلفتين يبقى أنا محتاج 6 دولف وأنا محتاج 3 يبقى أنا محتاج 18 مفصلة للدولف كلها بطول طبعا 19 سنطي وطبعا في الأبواب دي ما بيتركب لها شكلون ولكن بيتركب لها حاجة اسمها سبانيولة ومحتاج واحدة للدولف الزجاجية بنسميها سبانيولة أفرانجي ومحتاجين واحدة سبانيولة بلدي للدولف الشمسية ومحتاج لو أنا حبيت أخلي الأبواب مفتوحة بحتاج 4 شلاك النحاس بطول 10 سنطي هي دي الاكسسوارات التي تستخدم في أبواب البلكونات طبعا اهتموا بالتفاصيل تعالوا مع طبعا طريقة التنفيذ وطريقة التركيب إحنا سبتناهم قبل كده نشرحهم تاني عشان تبعرفهم وبالأخص في هذا الباب قلنا طريقة التنفيذ 6 عناصر أحفظهم أول حاجة تجهيز الأخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة تبقى للرسومات اتنين مسح وتصفيت الأخشاب لتحديد السمك المطلوب تلاتة تفصيل أجزاء الأخشاب بالعلام والشنقرة ثم الشق والنشق مع مراعاة ترك الزيادات اللي هي الضفر والتلسين بعد كده ببتدي أجمع وعشاء الأوايم مع الروس بتعشية الأوايم مع الروس نقر والسان أما ورق الشمسية فيركب فيه النقر المعد لها بالأوايم بعد كده ببتدي أعصى بالزيادات وأعمل عملية تشريب وتنعيم يبقى دول 6 عناصر بتوع طريقة التنفيذ وطبعا إحنا مسبتنهم وطبعا مهمة جدا أنت تعرفهم في البدد أما طريقة التركيب قلنا ثلاث عناصر العنصر الأولاني بركب الحل مع الحائط بواسطة الكنات مع مراعاة ضبط رأسية الأوايم وفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه بعد كده بركب الضلف سواء كانت الضلف الشمسية أو الزجاج بالحلق بواسطة المفصلات وقلنا محتاجين 18 مفصلة بعد كده بركب باقي الاكسسورات بتاعتي بالمسامير البورما والإيه والمفاك يبقى احنا قلنا طريقة التنفيذ وطريقة التركيب يبقى العناصر دايما ثابتة في جميع الأبواب واتكلمنا عليهم في الأربع أبواب اللي شرحناهم طبعا الشرح بتاعنا شامل الجزء الأولاني الخاص بنجارة الأبواب وحبيه تتكت عليه شوية لأنه طبعا مهم جدا وبالأخص في الدور التاني تعالوا مع بعض نشوف شكل الأسئلة في الامتحان بتيجي شكلها عامل ازاي طبعا الامتحان بيكون أربع أسئلة الجزء الخاص بنجارة الأبواب ممكن يجيب لي يقول لي سؤال باب حشو خارجي ضلفة واحدة بحشوات مهرمة مركب في فتحة مباني مقاس متر في 2 متر عشرة طبعا متر طول في ارتفاع 2 متر عشرة والمطلوب اشرح طريقة تنفيذ الباب الست عناصر اللي احنا قلناهم شرح طريقة التنفيذ ايه تاني بيان الاكسسوارات أو الخردوات اللازمة نحطها جوة جدول مكون من بند العدد البيان أو الصنف ونبدأ نشوف الاكسسوارات المستخدمة وطبعا لا يخلو سؤال من الرسم والمطلوب ان انت ترسم جزء من قطاع رأسي في العتب والمعبرة طبعا بمقياس رسم نص الحجم الطبيعي ونوضح قطاعات الأخشاب على الرسم واتفقنا حتى لو مطلبهاش احنا نعمل قطاعات الأخشاب والبيانات بتاعتنا على الرسم المطلوب يبقى ده شكل سؤال من الأسئلة السؤال ممكن تاني يجي بطريقة تانية يقول لي باب بلكونة مكون من أربع دولف شمسية وضلفتين زجاج لفتحة مباني مقاس متر أربعين في اتنين متر عشرة طول في ارتفاع اشرح التفاصيل الانشائية طبعا بعض الطلبة بيفتكروا التفاصيل اشرح التفاصيل الانشائية يرسم ولكن المقصود ان انت تذكر المكونات يعني بتدي تقول الحلقة بتاعك الدولف بتاعتك بتتكون من ايه البر وهكذا بعد كده طبعا هتذكر معاهم الاكسسوارات اللازمة وطبعا ممكن يطلب منك رسم تفصيلة بيّن بالرسم فقط تفصيلة لقطاع رأسي مرّا بمعبارة وعاتة بحال الباب منزلك يبقى انا عايز تفصيلة عشان توضح لي جهاز الانزلاق داخل حائط علما بان الباب من النوع التجليد زود الفتين اللي هو موجود عندنا في المنج ثم اشرح طريقة تشغيل هذا الباب المقصود بطريقة شرح طريقة التشغيل اللي هو بتشرح جهاز الانزلاق بتاعك يعني الباب بينزلك ازاي واحنا قلنا طبعا بينزلك الباب زهابا وايابا في مستوى رأسي سابت عن طريق جهاز الانزلاق الذي يعلق من اعلى ودليل من اسفل هم اللي بيساعدوا على انزلاق الدولف في مستوى رأسي سابت داخل تجويف في الحائط طبعا وهنرسم الجزء الموجود في الاعلى السؤال ممكن يجيلك برضو باب داخلي اسلامي الطراز يبقى احنا هنتكلم عن باب الاسلامي الطراز ضلفتين مركب في منتصف الحائط سمج خمسة وعشرين لفتحة مباني مقاس متر اربعين فيه اتنين متر عشرة والمطلوب عايز قطاعات الاخشاب نحطها جوا جدول ونبتدى ننظم الاجابة بتاعتنا وما هي الحشوات المستخدمة في النجارة الاسلامية طبعا الحشوات المستخدمة في النجارة الاسلامية كتير ولكن الموجود عندك الحشوات المفروقة العدلة والميلة والحشوات المعقلية فيه سؤال طبعا احنا كده خلصنا نجارة الابواب اللي هو الابواب بحشوات مهرمة والابواب الاسلامية الطراز والابواب المنزلقة والابواب البلكونات هنبتدى نتكلم عن نجارة الشبابيك وعندي نوعين من انواع الشبابيك وهي الشبابيك الشمسية والزجاج ودي شبيهة جدا لابواب البلكونات وبرضو نركز عليها لان برضو الاسئلة بتاعتها بتيجي في امتحالات الدور التانية والشبابيك الزاوية طبعا الشباكين من الشبابيك المهمة جدا ونركز عليهم مهمة جدا يا شباب في امتحانات خاصة بامتحانات الدول التانية تعالوا مع بعض كده نشوف هنتكلم برضو العناصر بتاعتنا السابتة الاستعمالات المكونات القطاعات الأخشابة والاكساسورات المستعملة وطريقة التنفيذ وطريقة التركيب وقلنا الاتنين دول هنسبتهم علشان تكون العملية سهلة معانا وبسيطة الشباك الأولاني الشبابيك الشمسية والزجاج طبعا الشبابيك ممكن يجيب لك سؤال على هيئة أكمل أو نقط الشباك فتحة في المنشأ الغرض منه الإضاءة والتهوية وممكن يجيب لك سؤال على هيئة صحة وغلط يقول لك الشباك فتحة في المنشأ الغرض منه الإضاءة والتهوية بالإضافة للقيمة المعمرية صحة ولا غلط يبقى احنا بنقول او يجيبها لك في صورة اكمل يقول لك الشباك فتحة في المنشأ الغرض منه نقط ونقط بالإضافة إلى نقط يبقى احنا عارفين ان الشباك فتحة في المنشأ الغرض منه التهوية والإضاءة بالإضافة إلى القيمة المعمرية وللشبابيك أنواع عديدة منها شبابيك زجاجية شبابيك حصيرة وفيه عندي الشبابيك العربية والإسلامية الطراز وفيه عندي الشبابيك اللي نتكلم عليه النهاردة الشمسية والزجاج وقلنا سمناها بل كده لفظ ملكان عشان بتعمل نقر ورق الشمسية على مكانة تسمى مكانة الملكان ودي الشباك الموجودة عندنا طبعا إحنا أسمين من المسكة الرأسي نصين نص من الداخل ونص من الخارج ما بين لي أربع ضلفتين من الأربع دولف وضلفة ونص من التلاتة وطبعا لو بصينا في القطاع تلات دولف إزاز واربع دولف شمسية طبعا المكونات كما ذكرنا قبل كده الحلق مكونات من قائمين ومعبرة وجلسة ده شباك بعد كده الدولف الشمسية أربع دولف كل ضلفة مكونات من قائمين ورأسه أوليا وأخرى صفلة بيتوسطه بورقة الشمسية وذكرناها برضو وعرفنا ورقة الشمسية من مميزاته حجب أشعة الشمس حجب رؤية ما بداخل حجرة وتجديد الهواء بالحجرة وبتعمل على زاوية 45 على مكانة الملكان وبيكون الفراغ الموجود ما بين الورقة والورقة بيكون حوالي 3 سنتي أما الدولف الإزاز عندي 3 دولف كل ضلفة مكونات من قائمين ورأسه أوليا وأخرى صفلة وتسمى تحليئة وبيتوسطها أو محصور ما بينهم الزجاج وبيتم تركيبه بالتسقيط من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل طبعا البر بيتركب من الداخل قائمين ومعبرة وجلسة أما من الخارج بيتركب بكتة قائمين بكتة ومعبرة وجلسة هذه المكونات أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية وطبعا هنتكلم عن استعمالاتها طبعا الشبابيك دي بتستخدم فيه الحجرات ذات المساحات الكبيرة والغرض قلنا من استخدام الضلف الشمسية حجب أشعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة مع تيسير وتجديد الهواء وطبعا وذلك بتثبيت ورق يطلق عليه ورق الشمسية يبقى احنا عرفنا الاستعمالات ان هي تستعمل في الغرف ذات المساحات المتسعة مكوناته كما ذكرنا سابقا أول حاجة الحل والحلق مكوّن من قائمين ومعبرة وجلسة ويغطى تقابل حلق مع الحاط من الداخل بالبر ومن الخارج باستعمال البكتة ويعمل طبعا بنعمل ميول في الحلق من الخارج عشان نترد بها ميال أمطار بتعمل في الجلسة وزي ما انتوا شايفين التفصيلة دي مهمة جدا تفصيلة توضح اتصال الرأس السفلة بالحلق زي ما انتوا شايفين بيكون فيها شكل تدريج علشان تطرد لي مياه الأمطار للخارج وطبعا الدولف الشمسية قلناها بلكده اي طبعا أواي مرؤوس وذكرنا طبعا المكونات والتفصيلة دي كانت موجودة في الأبواب البلكونات هناخد بشكل سريع الشبابيك هنستعرض الشبابيك اللي هي الزاوية ونعرف ليه سميناها شباك زاوية طبعا قطاعات الأخشاب نفس قطاعات الأخشاب للبلكونات ولكن بتقل شوية فيه الأوايم الرؤوس والاكسسورات تكاد تكون وحدة في أبواب البلكونات يعني فعلا الشباك ده شبيه لأبواب البلكونات طبعا طريقة التنفيذ قلناها قبل كده وسبتناها أنا هستعرض دلوقتي اللي هو الشباك الزاوية طبعا هنيجي طبعا ورقة الشمسية برضو ممكن يجيلك في سورة أكمل بيصنع ورقة الشمسية إما من الخشب المسكي أو العزيزي أو الزان وبيكون بصمك واحد سنطي وكمان بتعمل على زاوية خمسة واربعين ماء للخارج واعرف من المسافة ما بين الورقة والورقة بيكون حوالي تلاتة سنطي ودي منظور يوضح ورقة الشمسية والحلية بتاعة الورقة إما بتكون ذات حلية ملفوفة أو حلية مشطوفة الشباك شبيك جدا ليه الشباك الباب البلكونات هنستعرض بشكل سريع الشباك الزاوية الشباك الزاوية هو نفس الشباك الشمسية والزجاج ولكن فكرته عبارة عن شباكين بيوضعان في زاوية الحجرة والغرض منه الحصول على أكبر مسطح من الإضاءة والتهوية يبقى تعريف الشباك الزاوية عبارة عن شباكين بيوضعان في زاوية الحجرة بينه مصاري أو بدون صاري والغرض من الشبابيك الزاوية الحصول على اكبر مسطح من الاضاءة والتهوية تعالوا مع بعض كده نشوف ادي شكل الشباك الزاوية عبارة عن شباكين اهو محطوطين في الزاوية طيب احنا طبعا كده زي ما احنا شايفين دي تفصيلة مهمة جدا في التفاصيل في الشبابيك الزاوية وكده يكون حلقتنا خلصت معاكم اشوفكم على خير في الحلقات القادمة ودومتم في حفظ الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته